رئيس البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا حذر هذا الخميس من عدم إمكانية تسديد ديون اليابان السيادية فنسبة الديون من الناتج القومي المحلي تعادل 230% تصريحات كورودا تتزامن مع اتباع البنك المركزي لسياسة تحفيزية للاقتصاد لكن بعض المحللين يحذرون منها هذه هي الخطط العلاجية نفسها التي يتم اتباعها منذ 15 عاما لكن هذه المرة تمت مضاعفتها وأنا أشكك كثيرا بفعاليتها بتغيير هكالية الاقتصاد الياباني على الرغم من قدرتها على زيادة النمو على المدى القصير أو المتوسط ما سيؤدي إلى ترحيب الأسواق سياسة تحفيز الاقتصاد تأتي في إطار سعي الحكومة لمكافحة الجمود الاقتصادي فكورودا وعد الحكومة بمضاعفة معدل التضخم إلى 2% وشدد هذا الخميس على أنه يريد الوفاء بوعده اشتركوا في القناة